موسيقى يا مساء الخير وأهلا بكم في عالم العالمين يوم جديد من مهرجان العالمين اللي بيقدم لنا أنواع كتيرة من الفنون والرياضة والترفيه في صورة مميزة على أرض العالمين الجديدة مهرجان العالمين الجديدة شهد النهاردة حفل موسيقي غنائي خاص بيجمع تلات فرق غنائية وهي كود مصر هاي دام وحافز ويب بستان ده كله بيحصل على المصرح الروماني وبيحتضن المصرح الروماني في مدينة العالمين الجديدة انطلاق سلسلة حفلات موسيقية وغنائية للفرق الغنائية الشبابية ونجوم الراب بواقع حفلة أسبوعية بتحمل كل منها تيمة كده وشكل موسيقي مختلف المصرح بيفتح أبوابه للجمهور في الحقيقة بشكل مجاني للاستمتاع بالأجواء الغنائية خليني أكلمكم عن الفرق دي وبتعمل ايه ونبتدي بكود مصر وهي فرق تروك مصرية بتعتمد على موسيقى البوفيوجين وبدأت رحلتها الغنائية من 8 سنين حصلتها أكتر من 40 أغنية من أشهر أغانيها هي الناس وفي زماننا ولو تفهميني وليهم كمان أغاني كتير جديدة هاي دام بقى فرق نوبية مصرية انطلقت رحلتها من الإسكندرية من 12 سنة وبتعيد أحياء أغاني التراث النوبي والفولكلور الأفريقي بشكل موسيقي عصري برؤية كده شبابية ومن أشهر أغانيها رانجو وياحلو وكورا وكمان بقى في حافز وبستان وهم فرقة كده ثنائية بتضم المطربة بستان مجدي وجوزها أحمد حافز عازف البيس جيتار في فرقة مصار إكباري وبدأوا مشوارهم من 4 سنين وبتقدم كده مزيج أغاني أوريجين الأكوستيك المتسمة بالهدوء والطبع السكندري وأشهرها مشوار وفي أي مكان وبكلمة الحفلة دي جات في إطار سعي الشركة المتحدة لتسليط الضوء على التجارب الموسيقية الشبابية الجديدة من خلال مهرجان العالمين الجديدة عبر توفير مساحة جماهيرية وتسويقية كبيرة كمان بتقدم للجمهور وجبة موسيقية متعددة المضاقات كلنا عارفين أنه فيه جمهور معين بيحب يروح حفلات كثيرة قوي في أنحاء الجمهورية بتحصل عشان بس يحضر بيسموها كده الموسيقى المستقلة يعني الناس المستقلين اللي بيقدموا النوع المزيجة المختلف شوية منها الراب منها الراك منها الباب منها أنواع كتيرة جدا جدا جديد شوية وشبابي شوية